اوفياء الوطنية عسلمة ومرحبا بكم قدمو لكم حالة التقص لليوم تراوح درجات الحرارة بين 15 و19 درجة في تيلا كانت في حدود 10 درجات في تونس العاصمة سجلنا 18 درجة كما اللحظوا من خلال تسلسل صور القمر الصناعي كان التقص كثيف السحب في كامل مناطق البلاد يتواصل ملائم من نزول أمتار مؤقتة رعدية في كامل الجهات مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة للشمال والوسط درجات الحرارة لهذه الليلة باش تراوح بين 19 و13 درجة قرب السواحل وتكون بين 95 و9 درجات داخل مناطق البلاد يوم غد التقص باش يكون ملائم من نزول أمتار في كامل البلاد وتكون مؤقتة رعدية قرب السواحل الشرقية نلقى 11 درجة في زغوان 17 في كل من تونس ونابل وبنزارت 15 في باجة 18 في جندوبة 13 في الكيف 15 في سيليانا 13 في القصرين 14 في سيدي بوزيد 16 في القيروان 17 في كل من سوسة والمناستير والمهدية بالنسبة للجنوب في سفيقس وقابس نلقى 16 درجة 18 في مدنين 16 في تطوين 17 في الرمادة برج الخضرة 18 17 في كبلي 16 درجة في كل من قفصة وتوزر بالنسبة للملاحة والصيد البحري في خليج تونس ومنطقة سيرات الريح تكون شرقية في جنوبية شرقية سرعتها تكون بين 15 و25 عقدة تتجاوز الاربعين عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون مضطرب في خليج الحمامات تتواصل الريح جنوبية شرقية سرعتها تكون بين 20 و30 عقدة تتقلص فعليتها بعد الظهر وتكون بين 15 و25 عقدة وتتقوى أثناء ظهور سحب رعدية وتوصل ل40 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراف في خليج جابس الريح تكون شمالية شرقية فشمالية غربية سرعتها تكون بين 10 و20 عقدة تتجاوز 30 عقدة أثناء ظهور سحب رعدية والبحر يكون قليل الاضطراب درجات حرارة ببعض البلدان العربية والأوروبية نواق شط 28 الدار البيضاء والريبعات 18 الجزائر 17 درجة والتقس يكون ممتر ترابولس 19 القاهرة 19 كذلك المدينة المنورة 29 ومكة المكرمة 32 درجة مع بعض السحب الدوحة 24 أبوظبي 26 الكويت 16 دمشق 9 درجات تقس ممتر في بيروت تكون في حدود 16 عمان 14 بغداد 15 والقدس الشريف 13 درجة مع بعض السحب بالنسبة للبلدان الأوروبية اسطنبول 7 درجات درجة في موسكو أثينا 9 فيينا وامستردام 8 درجات مع بعض السحب روما 14 برلين 3 وكوبنهاجل 6 درجات والتقس يكون مغيم لندن 7 بيريس تقس ممتر 10 درجات ستوك هولم 4 جناب 8 بيروكسيل 8 والتقس يكون صافي مرسيليا 17 مدريد 12 شوالة شبونة 17 درجة مع بعض السحب شوفوا ما بعضنا أحوال التقس بالنسبة للليمات جاية يوم الجمعة ان شاء الله درجة حرارة بشتتراوح بين 14 و 18 درجة تكون في حدود 11 درجة في المرتفعات تقس يكون ملائم لنزون بعض الأمتار خاصة في المناطق الشرقية للبلاد وظهور سحب في كامل مناطق البلاد الريحة تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل السبت ان شاء الله درجة حرارة بشتعرف ارتفاع طفيف تكون هناك سحب في كامل مناطق البلاد وتكون أكثر كثافة قرب السواحل الشرقية الريح تتواصل من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر يكون مضطرب فقليلا اضطراب في كامل السواحل قبل ما نودعوكم نمدوكم بأوقات الشروق والغروب الشروق ان شاء الله غضو يكون على الساعة السابعة وثمانية وعشرين دقيقة والغروب على الساعة الخامسة وثمانية دقائق لمزيد من المعلومات تتنجم تزور الموقع الخاص المعهد الوطني للرزد الجوي تروا دوبلو في بوامتيو بوانتين نجم تبعث ارساليات قصيرة ولا تتصلوا بالموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار نشكروكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة